السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وصعد الله يومكم متابعين الكرام بكل خير متابعي جديد حوال الطقس عبر قناتنا إذن متابعين الكرام في الأفق النماذج لحد الآن وبعد تحديثات لنهار اليوم أمسية اليوم تشير إلى موجة حر قوية ثانية خلال هذا الشهر شهر جويلي على المناطق الجزائرية ودولة المغرب إذن سنقص ذكر الجزائر بحول الله تعالى هذه الموجة وكما نتابع معكم في الصورة هي الآن وفي هذه الأيام الجزائر تشهد ارتفاع محسوس في درجات الحرارة لكن ابتداء من الثالث عشر من شهر جويليا يعني يوم الثالث عشر من شهر جويليا كما نشاهد معكم في الصورة هنا ارتفاع محسوس في درجات الحرارة قد تكون درجات حرارة خمسينية يعني درجة حرارة تقارب الخمسين درجة خاصة على المناطق الصحراوية سترتقي هذه الحرارة إلى المناطق الغربية والوسطى بقوة وخاصة الساحلية ستكون معنية بقوة هذه المناطق إذن الحرارة متابعنا كرام ستتواصل لعدة أيام وتقريبا ستكون إلى غاية تقريبا الخامس عشر والسادس عشر من شهر جويليا بعد السادس عشر من شهر جويليا درجة الحرارة ستنخفض وخاصة على المناطق الشرقية أجواء منعشة بحول الله تعالى لكن في الأفق ما زالت موجة حر ثالثة وخاصة ستخص المناطق الصحراوية والمناطق الشرقية والوسطى بقوة وهذا متابعنا كرام ابتداء تقريبا من السابع عشر والثامن عشر من شهر جويليا إذن سنوى فيكم بكل تفاصيل أحوال تقصد الأيام القليلة القادمة فقط كونوا معنا تابعونا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة